بعنفوان الشباب وطموح لم تثنه أكثر من ستة عقود يقتحم الحاج عبد الكريم مقاعد الدراسة لإكمال حلم تأجل أربعين سنة بسبب انشغاله بالعمل والعائلة أنا حب للدراسة وحب للعلم وأنه الإنسان بما أنه عد قابلية للعلم والدراسة خليه بادر بالدراسة والسن ما يمنع تفوق عبد الكريم في دراسته بكلية الفقه فنال ثناء التدريسيين والبكالوريوس لديه لا تشبع الطموح فهو ينوي الآن إكمال الدراسات العليا بعد التخرج وسأنت أب جد فشون دت مازج بين الدراسة والأحفاد والحياة العالمية أنا عدي أولاد خمسة ثلاثة ولد واثنين بنات أو عدي أحفاد قسم يدرسون وقسم بعدهم الإنسان يحس بروحه أنه عاجز وشايب ومدشن وصار شعراء بياض لازم يتوقف عن لا أنا ما أتوقف طالب عبد الكريم فضلا عن كونه من الطلب المثقفين المتميزين في دراستهم المواضبين هو يبعث برسالة بزيه هذا وبحضوره في الدرس المسائي بإصرار على التحصيل العلمي بالإصرار على التحصيل الثقافي العمل والرياضة والدراسة ثلاثية يسير عليها في حياته فالعمر مجرد رقم عنده حتى وإن اشتعل الرأس شيبا من النجف غيث قاسم الشرقية نيوز اشتركوا في القناة